أصلي خد بالك لما الصحابة قالوا احنا عاوزين ان احنا نعيش زي ما الراجل ده عاش عشان نركب الفرس بتاعنا الف شهر نقاتل في سبيل الله كان في حاجة من الاتنين احتمالين اتنين عشان ياخدوا هذه المحمدة او هذه المنزلة ان ربنا اطول عمر هذه الامة علشان يقدر بس ان يركب الفرس الفتسمع ان الامة ديت بقى ابنائها بيعيشوا 300 سنة 400 سنة 500 سنة الامم السابقة كان ده عادي سيدنا نوح عاش الف سنة في قومه بس ده ما قالكش اللي قابل كده واللي بعد كده يعني فطبعا اعمار الانبياء من قبله كانت حاجات ما شاء الله لا قوة الا بله فيهم كده وفيهم كده يعني المهم اني حكي يا وروي يا عن اعماري من قبلنا انها كانت طويلة طولا عجيبا يعني وقد يكون هذا الطول بسبب اعمار الارض علشان تتسع المسافة الزمنية لاتكسرة الناس بما يتلاءم مع اخلاف الارض او اعمار الارض الذي اراده الله عز وجل حلو جدا حلو فاما ان تطول اعمار الامة المحمدية عشان تحصلهم واما ان تضغط هذه الاعمال في كابسولة في فعل في استسبيحة في صلاة في ركعة في عمل خير تعمله من حفر بقرا او اجرى نهرا او زرع نخلا او غرس شجرا او ورس مصحفا او بنى لله مسجدا اي عمل تتقرب بيه الى الله لما سدنا النبي عز وجل يقول اتقوا النار ولو بشقة امرا ولو بشقة امرا اللي بيدخل النار ده ما عندوش دم ده مش قادر ان هو يتق النار بشقة امرا لما تفهم لما تسمع من النبي عليه الصلاة يقولك ان تدخل الجنة بملامح وشك ملامح وشك حضرتك تدخلك الجنة بيقول لا يحقران احدكم من المعروف شيئا ولو انتلقى اخاك بواجه انتلق لما حضرتك تبقى عارف ان البسمة دي نوع من انواع الصدقات وتسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقولك تبسمك في وجه اخيك صدقة لما تسمع ان مجرد نيتك الطيبة دخلك الجنة يقولوا اذا هم عبدي بالحسنات فلم يعملها فاكتبوها له حسنا لما تعرف ان افشاء السلام لك صدقة افش السلام على من علمته وما لم تعلم ويقول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء انفعلتموه تحابابتم افش السلام بينكم افش السلام بينكم لما تعرف ان الهدية تورس المحبة والنبي بيقول تهادوا تحابوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من دعا لاخيه بظهر الغيب ان لوكل الله له ملكا يقول ولكا مثلما دعوت له ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه ورجل تصدق بيمينه فاخفها كي لا تعلم شماله ما انفقت يمينه كل هذه ابواب تدخلك الجنة ابواب متكررة اعانة الملهوف اغاثة المكلوم العطفة على اليتيم المسح على رأس اليتيم الامر بالمعروف الناهي عن المنكر الدعوة الى الخير الصمت عن الفساد ترك المنكر احتساب الله غض البصر كاف السلام امور كثيرة جدا هذا الدين بفتح لك ابواب الجنة هلموا ايها المشمرون لطاعات الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا وقت لدينا لنضيعه فلابد ان تصابق الى الله عز وجل مولى يقول ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين اشتركوا في القناة